السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الأولى مجالات الجاذبية 1 إلى 3 الطاقة وجهد الجاذبية عند رفع جسم عن الأرض فإن طاقة وضع الجاذبية له الجي بي اي تزيد وذلك لأن الشغل الذي تبذله عليه يزداد كلما رفعناه إلى أعلى ونستطيع حساب التغير في طاقة وضع الجاذبية للجسم من العلاقة mg delta h حيث يمثل delta h التغير في الارتفاع وهذه الطريقة تعتبر كافية عندما نتعامل مع الإقسام القريبة من سطح الأرض ولكننا بحاجة إلى اتباع طريقة أعمل لحساب طاقة الجاذبية وذلك لعدة أسباب واحد إذا استخدمنا طاقة وضع الجاذبية ep تساوي mg delta h فنحن نفترض أن طاقة وضع الجاذبية للجسم على سطح الأرض تساوي صفر على اعتبار أن سطح الأرض هو المستوى المرجعي وهذا جيد للعديد من الأغراض العملية ولكن ليس دائما فمثلا إذا كنا نفكر في حركة الإقسام عبر الفضاء بعيدا عن الأرض فلا سبب يلزمنا باعتبار الأرض المستوى المرجعي دائما اثنين إذا رفعنا جسما إلى ارتفاع كبير جدا فإن g تقل وسنحتاج إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار عند حساب طاقة وضع الجاذبية للجسم لهذه الأسباب نحتاج إلى إيجاد طرائق مختلفة للتفكير في طاقة وضع الجاذبية فمثلا نبدأ بتصور كتلة على مسافة لا نهائية فنقول أن هذه الكتلة ليس لها طاقة وضع والآن نتخيل تحريك الكتلة إلى النقطة التي نريد أن نعرف طاقة وضع الجاذبية عندها فإننا نحدد الشغل المبدول لتحريك الكتلة إلى النقطة والذي يساوي الطاقة المنقولة إليها وتسمى طاقة وضع الجاذبية وبهذه الطريقة نتمكن من تحديد طاقة وضع الجاذبية لكتلة معينة جهد الجاذبية نعرف جهد الجاذبية في نقطة ما على أنه الشغل المبدول لكل وحدة كتلة لنقل كتلة نقطية من اللانهاية إلى تلك النقطة ووحدتها هي الجول في الكيلو جرام والسالب واحد ونرمز لها بالرمز في وبالنسبة لكتلة نقطية M يمكننا كتابة معادلة لجهد الجاذبية في عند مسافة R عن الكتلة النقطية M كالتالي في تساوي سالب G M تقسيم R حيث أن G هو ثابت الجذب الكوني وتعني الإشارة السالبة هنا أن جهد الجاذبية دائما سالب لأنه كلما قربنا كتلة من كتلة أخرى فإن طاقة وضع الجاذبية لها تقل بما أن طاقة وضع الجاذبية تساوي صفر عند اللانهاية لذلك في أي مكان آخر ستكون طاقة وضع الجاذبية وجهد الجاذبية أقل من صفر أي أنهما سالبتان وبما أن جهد الجاذبية يتم تعريفه على أنه الشغل المبذول لكل وحدة كتلة في تحريك كتلة نقطية من اللانهاية فحسب التعريف نستطيع صياغة القانون رياضيا فإن فاي تساوي W تقسيم M ويمكن حساب طاقة وضع الجاذبية EP للكتلة النقطية بضرب جهد الجاذبية فاي في الكتلة النقطية M فتصبح طاقة وضع الجاذبية EP تساوي M ومنها EP تساوي G M M على R تخيل مركبة فضائية قادمة من نجم بعيد إلى النظام الشمسي كما في الصورة يظهر تغير جهد الجاذبية على طول المسار وسنركز على ثلاثة أجزاء من الرحلة 1- عندما تقترب المركبة الفضائية من الأرض فإنها ستنجذب نحوها وكلما اقتربت من الأرض فإن طاقة وضع الجاذبية تقل ويقل كذلك جهد الجاذبية لها 2- عندما تتحرك المركبة الفضائية بعيداً عن الأرض فإنها تبذل شغلاً عكس جاذبية الأرض وعندها فإن طاقة وضع الجاذبية لها تزداد وبالتالي يمكننا القول أن جهد الجاذبية يزداد كذلك وكما نلاحظ فإن مجال الجاذبية الأرضية ينشئ بئر جهد عملاق في الفضاء ونحن نعيش في قاع هذا البئر 3- عندما تقترب المركبة الفضائية من الشمس فإنها تنجذب في بئر جهد أعمق بكثير لأن كتلة الشمس أكبر بكثير من كتلة الأرض لذلك فإن جذبها سيكون أقوى بكثير من الأرض وجهد الجاذبية على سطح الشمس سيكون أكثر سالبية مما هو على سطح الأرض فعلى سطح الأرض تكون قيمة جهد الجاذبية فاي تساوي سالب 6.3 في 10 والسبعة جول في الكيلو جرام والسالب واحد في حين أنه جهد الجاذبية على الشمس فاي تساوي سالب 1.9 في 10 والسحد عش جول في الكيلو جرام والسالب واحد فرق جهد الجاذبية نحتاج أحيانا لمعرفة الطاقة اللازمة لرفع قمر صناعي من سطح كوكب أو سطح قمر نصف قطره R1 مثلاً إلى مدار نصف قطره R2 ولإيجاد التغير في جهد الجاذبية نحتاج إلى تطبيق معادلة جهد الجاذبية فاي تساوي سالب GM capital على R نطبق هذه المعادلة على خطوتين الأولى لإيجاد جهد الجاذبية على السطح الثانية لإيجاد جهد الجاذبية على الارتفاع المداري المطلوب ثم نوجد الفرق بينهما أو نستطيع دمج الخطوتين مع بعض كالتالي دلتا فاي تساوي GM capital 1 على R1 ناقص 1 على R2 وبمجرد تحديد التغير في جهد الجاذبية دلتا فاي يمكن حساب التغير في طاقة وضع الجاذبية دلتا EP وذلك عبر ضرب التغير في جهد الجاذبية بكتلة القمر الصناعي أو أي جسم آخر مصطلحات خاصة بالمجالات تعبر شدة المجال عن القوة لوحدة الكتلة عند نقطة ما ويعبر الجهد عن طاقة الوضع لوحدة الكتلة عند نقطة ما إذا علمت أن كتلة الشمس 1.99 في 10 أو 30 كيلو جرام أحسب جهد الجاذبية المؤثر على كتلة مقدارها 125 كيلو جرام عند نقطة تبعد 150 في 10 أو 6 كيلو متر عن مركز الشمس معطيات السؤال كتلة الشمس أو الكتلة الأكبر M capital تساوي 1.99 في 10 أو 30 كيلو جرام الكتلة الأصغر M small تساوي 125 كيلو جرام المسافة بين المركزين R تساوي 150 في 10 أو 6 كيلو متر طريقة الحل نحول المسافة من وحدة الكيلو متر إلى وحدة المتر وذلك بضرب الرقم في 1000 أو في 10 أو 3 فتصبح R 150 في 10 أو 6 بوحدة الكيلو متر راح تساوي 150 في 10 أو 6 ضرب 10 أو 3 راح تساوي R 150 في 10 أو 6 بوحدة المتر ثم نطبق قانون جهد الجاذبية فاي تساوي سالب GM على R ثم نعوض يساوي سالب القيمة الثابتة لG 6.67 في 10 أو سالب 11 ضرب كتلة M capital أو الكتلة الأكبر 1.99 في 10 أو 30 تقسيم المسافة 150 في 10 أو 6 بالآلة الحاسبة تظهر قيمة جهد الجاذبية تساوي سالب 8.8 في 10 أو 8 بوحدة الجول بالكيلو جرام والسالب 1 ما هو الجهد الذي تؤثر به الأرض في جسم كتلته 60 كيلو جرام على ارتفاع 36 ألف كيلو متر من سطح الأرض علما بأن كتلة الأرض 6.0 في 10 أو 24 كيلو جرام ونصف قطرها يساوي 6.4 في 10 أو 6 متر المعطيات المعطيات الكتلة الأصغر M تساوي 60 كيلو جرام وارتفاعها عن سطح الأرض رمز نال برمز H ويساوي 36 ألف كيلو متر ثم نقوم بتحويلها إلى وحدة المتر بحيث نضرب 36 ألف ضرب 10 أو 3 فيظهر الارتفاع يساوي 36 في 10 أو 6 متر وعند الكتلة الأكبر M تساوي 6.0 في 10 أو 24 ونصف قطر الأرض رمز لبرمز R يساوي 6.04 في 10 أو 6 متر الحل لإيجاد جهز الجاذبية يجب أن نوجد المسافة الكلية من مركز الأرض إلى مركز القسم لذلك نقوم بجمع المسافات فR تساوي 36 في 10 أو 6 زائد 6.4 في 10 أو 6 تساوي 42.4 في 10 أو 6 متر وهذه هي المسافة بين مركز الأرض ومركز القسم ثم نطبق قانون جهد الجاذبية Phi Phi يساوي سالب GM capital على R وحيث أن قيمة G ثابتة 6.67 في 10 أو سالب 11 ونعوض قيمة M capital وهي كتلة الأرض 6.0 في 10 أو 24 تقسيم R تساوي 42.4 في 10 أو 6 بالآلة الحاسبة جهد الجاذبية Phi يساوي سالب 9.4 في 10 أو 6 جول في الكيلوغرام والسالب 1 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر